يقوم مكتب خدمة المواطنين التابع لمحافظة شمال سيناء بمستشفى العريش العام بتقديم كافة الخدمات الإنسانية للجرحة والمصابين الفلسطينيين ومرافقهم والعليقين على مدر السعر وتشمل هذه الخدمات توفير الوجبات الطازجة والملابس والأدوات والمستلزمات الطبية عبر مكتب خدمة المواطنين هذا وبعد ستة أشهر من الحرب على قطاع غزة مصر لازالت تقدم خدمتها للأشقاء الفلسطينيين مريم علي حسن جاءت بصحبة ابنها عمر كمرافقة له والذي يبلغ من العمر 11 عاما جاء من غزة لتلقى العلاج داخل المستشفيات المصرية أبت مريم أن تقدم لها الخدمة كمرافقة لابنها بل قامت بمساعدة أقرانهن من الفلسطينيات من خلال إعداد وتجهيز الوجبات لهن داخل مكتب خدمة المواطنين التابع لمحافظة شمال سيناء بصراحة هم يعني ما قصروا فأنا حبيت أنه أنا كل مجهودي أنه أنا أقدم معهم هم قدموا لي الحب والعطاء فأنا قلت لأ يعني أنه نكون إيد وحدة متعاونين مع بعض فقدمت يعني أكتر حاجة يعني أنه سحور وفطور يعني فيه اهتمام كثير فأول موصلة من أول موصلة المستشفى ما شاء الله احتضان كامل أمن وأمان دخلنا يعني بالحب والمودة فوفرونا كل السبل يعني سيدات عبد الرحمن وعروبة وغيرهم سيدات فلسطينيات تعرضنا لإصابات بشزايا أشدنا بما يقدم لهن من خدمات طبية داخل مصر أشكر خدمة المواطنين مكتب خدمات المواطنين على المجهودهم الذي يبدله ليل ونهار يعني بسعى هنا مش محسسنا فعلا أنه إحنا في مكان تاني كأننا في مكاننا ما شاء الله يعني كل هم ورحتنا يعني بشكر كل إخواننا الذي يساعدونا حتى وصولنا إلى تنسيق يعني أنا عملولي تنسيق إن شاء الله أني بأخذ علاجي حتى يعملوني تنسيق أسافر لمكان أعمل عملية إن شاء الله وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى استراء عبد جاءتك مرافقة ولكن عملتك متطوعة داخل خدمة المواطنين لتقديم خدمات تتعلق بإدراج البيانات والمعلومات عن الجرحة والمصابين الفلسطينيين الدور اللي أنا هنا بواجهه للأسف أنه أنا ما قدرتش في غزة أني أساعد بأي حاجة بسبب الأوضاع فأتحت للفرصة لما أنا طلعت مع أخي المصاب هنا أن الفرصة الأتحت لي أن أنا أساعد الإخوة الفلسطينية اللي هنا والمصريين بردو كمان فكلنا إيد وحدة طبعا بنوفر لهم الدعم النفسي ملبس مأكل مشرب أي حاجة بيحتاجوها الحمد لله كلهم الحمد لله حتى حضرتك يعني تسأل أي حد فيهم الحمد لله كلهم بيشكروا في الدور المصري الحمد لله ما فيش حد أثر معهم لحد الآن في أي شيء الجنب الطبي الحمد لله للناس شغالة كويس محمد عبد الصبور للتلفزيون المصري